يقال هذا عن الموصل ما بعد عمليات أطلقت عليها الحكومة تحرير نينوى لم يرى المسؤول الأممي طوال حياته وفي كل مناطق الحروب التي زارها مدينة سحقت بهذا الشكل لم يستطع مدير برامج الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام بول هيسلوب تقبل الصدمة فحاول إجراء محاكاة بسيطة لما جرى في ستانينجراد الروسية أو كونفتر البريطانية نموذجي الدمار الصادم في الحرب العالمية الثانية يقول هيسلوب عن المشاهد المروعة في الموصل إن هناك مباني انهارت على الأجساد وأخرى تعج بمخلفات الحرب المتفجرة فكل شيء يقول هيسلوب مرشح للانفجار مقبض باب أو حتى زر كهرباء أو قنبلة ألقيت من طائرة تنتظر ضحيتها لتنفجر يقدر برنامج الأمم المتحدة للألغام الحاجة لعشر سنوات لتتمكن المدينة المثقلة بالحرب من إعادة سكانها إليها خصوصا في الجانب الأيمن وتحديدا المدينة القديمة مطالبا الحكومة بالتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتهيئة ظروف معيشة ملائمة لإعادة السكان من توفير مياه وكهرباء ومستشفيات تقرير الأمم المتحدة سبقه تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية تحدث عن منطقة كانت تعد روحا للموصل أضحت بعد الحرب كومة من الركام والأنقاذ خالية الشوارع فارغة المنازل أو أشباهها لا يقطنها سوى من ضاقت بهم بيوت القماش في مخيمات النزوح فعادوا لمنازل هشمتها القنابل تقول الهيئة إنه بالرغم من سيطرة القوات الحكومية على الموصل منذ عامين إلا أن الحياة ما تزال صعبة هناك فسكان الموصل باتوا بين نار الإهمال الحكومي ودمار البنية التحتية وانعدام الخدمات ونار الحاكم الجديد المقنع بقناع التحرير بعد سنتين لا يزال صوت أنين الموصل ينبعث من بين الأنقاذ أو من ضفاف دجلة بعد فاجعة العبارة وكأن الموت يرفض أن يغادر أزقتها فيتخطف أهلها بالجملة ولذلك ربما افتخر العرب قديما بانتقاء الموت للكرام أولا